من البحر الأحمر بنروح لمحافظة سهاج بالتحديد جامعة سهاج اللي تم الإعلام فيها عن إطلاق مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة واللي بتنظمها وحدة الاستدامة بالجامعة وده في إطار احتفال الدولة باليوم الوطني للبيئة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وامتداد طبعا لمؤتمر المناخ كوب 27 والهدف من المسابقة هو نشر ثقافة الاستدامة في الجامعة أيضا الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكمان تشجيع الكليات على تطبيق معايير الاستدامة التي تجعل الكلية صديقة للبيئة بجانب طبعا تحفزها على ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبعية بما يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة والإسهام في جعل المباني الجامعية صديقة للبيئة نقشة الجامعة معايير المسابقة وقالية التقديم والتقييم كمان أن المشاركة والتقديم هيكون إلكتروني على البريد الإلكتروني لوحدة الاستدامة بالجامعة وده تطبيقا لأهداف الوحدة في التقليل من استخدام الورق حفاظا على البيئة على أن تعلن النتائج في بداية شهر مارس القادم لمعايير المسابقة الاختيار أفضل ثلاث كليات صديقة للبيئة تشمل التعليم والبحث العلمي وإدارة المخلفات وإدارة المياه ترشيد الطاقة إلى جانب الشكل الجمالي وجودة البيئة المساحات الخضراء داخل وخارج المبنى بالإضافة للمؤتمرات والندوات التثقفية وورش العمل اللي أقمتها الكليات في مجال نشر الوعي البيئي شكرا